أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن القطاع الصناعي المستدام رافض رئيسي للاقتصاد المحلي وأن تزايد الاستثمارات في هذا القطاع يتوافق مع رؤية الإمارة في توفير بيئة جاذبة تضمن استمرارية الأعمال وتطورها جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لمشأة يوباك التابعة لمجموعة الشركة الكويتية لصناعة مواد تغليف الواقعة في منطقة الحمر الصناعية ركيز في رأس الخيمة وذلك بمناسبة توسيع خطوط إنتاجها الجديدة وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لجولة اطلع خلالها على أقسام التصنيع وأحدث المعدات التكنولوجية المستخدمة لتوسيع نطاق منتجات الشركة